في الفيديو ده انا هتكلم عن السالوتيشنز السالوتيشنز دي اللي هي التحية اللي انا بقولها لواحد هخطبه ازاي دي بتبقى التايتل او البريفكس اللي بتبقى قبل اسمه وساعات بيبقى فيه كمان الصوفيكس اللي هو بعد الاسم لو هو تايتل او بريفكس ايه الحاجات الكمن هنا ميستر ده اللي هو انا بخاطب راجل miss اللي هي unmarried woman واحدة مش متجوزة بتكتب miss لو انا كتبتها ms او sit كتبتها ms معناها ان هي واحدة بس انا مش عارف اذا كانت متجوزة ولا لا unknown marital status mrs دي اللي هي a married woman وdr ده اللي هو doctor ده الشخص اللي هو بيبقى معاه doctoral degree مش لازم ان هو يبقى دكتور بشري انا هنا عندي واحد اسمه john smith لو انا في وسط الكلام العادي انا بقول مثلا لواحد بقوله john كده انا بخطبه اسمها on first name basis معنا كده ان فيه معرفة شخصية ما بيني وما بين الشخص الاسمه john ده لو انا بكتب له مثلا في جواب او بكلم معاه مثلا بصفة رسمية ممكن تبقى بالطريقة دي mr john smith mr والfirst name والlast name او mr smith هي mr والlast name او mr john استخدام بتاع mr مع first name هو it's okay مفوش مشاكل بس هو less common عن استخدام كلمة mr مع last name طيب في بعد كده حاجة اسمها الصوفيكس ايه هو الصوفيكس ده الصوفيكس ده كلمنا عليه قلنا ممكن يبقى واحد اسمه john smith junior او senior او john smith the first او the second بس الصوفيكس ده برضو بيبقى الدرجة العلمية زي ايه؟ زي هنا مثلا md md ده معناها ايه؟ معناها medical doctor phd بتكتب كده phd او ph.d دي نقطة اللي هي doctor of philosophy dds dds ده اللي هو doctor of dental surgery هو دكتور الاسنان pharma d اللي هي doctor of pharmacy الصيدالي jdd اللي هي juris doctor و esq d اللي هي esquire في فرق هنا ما بين jd والesq ان jd ده بيبقى اخذ الدرجة العلمية في القانون بس الاسكواير ده بيبقى هو بيمارس القانون ومسجل نفسه مع البورد ان هو يقدر يقف قدام المحكمة فده الفرق ما بين jd والاسكواير حسنا دول لما بيجوا يكتبوا بيكتبوا ازاي بيكتبوا كده بالطريقة دي واحد مثلا اسمه david jones ده هو medical doctor عايز يعرف نفسه بدلا ما هو بس يكتب ان هو doctor لا هو كتب david jones والدرجة العلمية بتاعته MD دي